معنا الأستاذ ريضا تفضل السلام عليكم ورحمة الله بركاته السلام عليكم ورحمة الله بركاته معليش هو أولاً البرنامج بتاعك برنامج كويس قوي وبنتي في نفس سنك وبتابع البرنامج أنا بس عايزك تقولي رأيك ليها إزاي تحتضن أبوها ومها عشان تقدر ترفع من الثقافة بتاعتهم في السوشيال ميديا عشان يكونوا على نفس المستوى لأن اتضح بعد كده أن السوشيال ميديا هو المصدر الأول للمعلومات للبنات في السن دوت تمام جداً شكراً لاتصال حضرتك أنا هرد برضو على الأستاذ ريضا في الحتة دي بس هرد بفيديو أنا كنت شايفة قبل كده عجبني قوي كان فيه تمثيل كده المشهد إن واحدة بتقول مامتها مامتها بتقول لها لو سمحتي ممكن تفيديني أنزل بوست معين فقالت لها يوهو أنا لسه هضيع وقت إن أنا أعملك الفيديو ده ده أنا ممكن أعمله في ثانية استني لما خلص شغل فجي والدها قال لها طب ممكن تخليني أعمل زي إن هو منشور أعمل فيه منشن يعني للناس كلها يوه أنت أصلاً ما بتفهمش من أول مرة ومتها قلت لها كلمة حكبتني قوي قلت لها إيه دي علي أنا وببقي إحنا بنطلب منك لو ناخد جزء من وقتك علشان خاطر تساعدينينا في السوشال ميديا أنت خدت مننا أيام علشان نعلمك حرف هو ده اللي أنا عايدة وصله لكم لما أهلكم يقول لكم تعالوا من فضلكم يعني ساعدوني أعمل حاجة تسيبوا اللي في أدكو وتروحولو علشان إحنا كما تدين تدين زي منتم كنتم محتاجينهم إن هم يساعدوك في حوار الألف به والمعلومات اللي هو كان عندهم ساعتها وإنتوا صغيرين وهم مجبار إنتوا واجبكوا إن إنتوا تساعدوهم وتدوهم أكتر من الوقت اللي إنتوا فاكرين هو يتخذ منكم لأنوا في الأول هتاخدوا سواب في الأول هتاخدوا حب في الأول هيبقى قدام ربنا إن إنتوا بتردوا قدام بتاحهم بكل حب تقول لهم طب يا بابا هات يا بابا هات يا ماما الموبايل عايزة إيه يا حبيبتي ولو غلطوا تفهموهم مرة واثنين وثلاثة زي ما هم كانوا بيعصروا على نفسهم لمونة وبيفهموكم مرة واثنين وثلاثة ده واجبكم ده واجبكم ما ينفعش إن إنتوا تعودوا تنفروا منهم ما ينفعش أهم حاجة الإحتواء ساعتها أهلكم هيفرحوا مش هتحسسوهم إن هم فشلة زي ما أنتوا كنتوا ما تفهموش من أول مرة ما كانوش بيفهموكم إن أنتوا فشلين بالعكس كانوا بيحتووكم كانوا بيحبوكم كانوا بيرعوا أي حاجة مشاعر ليكم ما يحسوش إن ده متفاشل أنا مش هشرح لك تاني بالعكس أنت اللي تقدري تحتوي باباكي وتقولي له هات يا بابا هتعمل كذا تخيلي ساعتها الردى بتاعت ربنا وردى أهلك تخيلي ساعتها اللي أنت ضيعت وكتفك أنت هتضيع وقت في حكاية مثلا تنزلي حاجة أو تشوف شغل معين لما تساعد أهلك هيعمله معاك إيه بالعكس ده ربنا هيخلي الموضوع كله إن أنت شغلك ده هتغديه بسرعة لأن ردى ربنا لما يشوف ردى أهلك عليك ربنا هيردى عليك هي أهم حاجة في الدنيا نرجع برضو الأهم حاجة إن فكرة إن الشباب ما يتأثروش بالعوامل الخارجية نهائي وأهم حاجة بالنسبة للأهل الشباب أنتوا اللي تحاولوا تبعدوا السلبية بتاعت التواصل الاجتماعي وبالنسبة للأهل اللي هم في سنة مثلا الشباب ومخلفين وبالنسبة للأطفال أنتوا اللي تروحوا تقولوا للأطفال دول لأ تعالوا يا حبيبي مش هناخد الموبايل تقول اليوم يا حبيبي أنا أنت وحشني تعالوا الكلام ده بجد بيؤثر فيهم بالنسبة للشباب لما يقولوا أهلهم الكبار جدا وبالنسبة للشباب اللي هم مخلفين وقالوا لأطفالهم بالعكس تعال يا ماما تعال يا حبيبي تقلبي مالك إيه اللي حصل طب أنا أنت وحشيني تعالي أحكي لي إيه اللي حصل ومش كل شيء على الموبايل سيبي الموبايل ده وقت ساعة ولا تنين فاستعين تتكلم تعرفي بقى إن أنا حصل معي واحدين ده أربعة خمسة بالشغل طب طب أنت هتقولي ده طفل أنا هتكلم معاه في حوار الشغل بالعكس أنت لما تتكلمي وتشاركي مع أطفالك حياتك هم نفسهم هيشاركوا معاك حياتهم بالنسبة للشباب مش هنعمل تقليد أعمى والترندات وإن أنا أبقى شايفة النت يعني إن أنا عايز أعمل زي دي بالعكس أنت مختلفة وإنت مختلف خليكم مختلفين قدام الناس كلها مش مقلدين تقليد أعمى بالعكس أنا أنت فين دورك لما تمثلي زي فلانة الفلانية عاملة فيديو زي فلانة الفلانية بيتجوز حاجة معينة زي ترند معين أنا عايز أقلده أنت فين أنت مختلفة قدام الناس كلها ما تعمليش الحوار ده بالعكس أنا لما أنا بس أنا نزل فيديو عن الطبخ ونزل فيديو عن الأزياء وأنزل فيديو عن الأخبار مع الاشترى دول كل الناس بتعمل الحاجات دي بس اختلافك أنت فين في الطبخ ليك طريقة معينة في الأزياء إليكي طريقة لبس معينة في الأخبار إليكي طريقة إلقاء بطريقة الأخبار مختلفة أنا كمزيع فيه مزيعين كتير قوي زي لكن أنا مختلفة في إيه؟ في طريقتك في أن أنا أبسط المعلومة لكم هو دي خليكي ديما möchteل مختلفة مش أن أنا بقى زي الناس كلها في العكس أنت مش أي حد أنت أحسن حد في الدنيا وإنت مش أي حد أنت أحسن حد في الدنيا طول ما أنت دايما شايف الحاجة دي طول ما أنت هتشوف耶 موقع التواصل الاجتمادي حاجة بخدها بس منها معلومة بتسلى مثلا يا سيدي ساعة ساعتين بتفرج على فيلم ايا كان لكن اهلي لو انا فضلت دايما قدام التلفزيون بتاعي قدام التلفزيون بتاعي انا فين دور اهلي